النهاردة هنتعلم ازاي نعمل اعلانات على منصة تيك توك طبعا في طريقتين لعمل اعلان على منصة تيك توك وهي الطريقة العادية عن طريق تليفونك عادي او الكمبيوتر وفي الطريقة الاكتر احترافية ودي اللي عايزين نهتم بيها اكتر وهنشرحها بالتفصيل وهي ازاي بننشئ مدير حساب اعلاني لتيك توك احترافي وايه هي انواع الحملات اللي موجودة على تيك توك وازاي نقدر نكارية الحملات دي كل حاجة هنقولها بالتفصيل في الحلقة دي اهلا بيكم معاكم عاصم امام وانت هنا في قناة اي ماركتينج لفرز لو انت اول مرة تشوف القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد يلا بينا وهفكركم ان دي تاني حلقة من حلقات كورس التسوية الالكتروني المجاني لسنة 2022 يلا بينا اهلا بيكم مرة تانية طبعا دي المنصة بتاعة تيك توك بيزنس اللي انت هتقدر تبدأ من عليها اعلانات احترافية من على البي سي عندك طيب خلينا انت لو دست ابدأ الان اه هيطلب منك انك تدخل بعض البيانات والتسجيل بيبقى سهل جدا طبعا انا مسجل فهو انت بيطلب منك الاسم والبريد الالكتروني والعنوان واسم البزنس بتاعك هيبقى باسم حسابك او ريفر بقى لو انت عندك حساب تاني تمام اه الموضوع في ملء البيانات سهل جدا وما فيوش اي تعقيد اكنك بتفتح ايميل من اول وجديد او حاجة كده يعني حاجة سهلة جدا ما لهاش مش معقدة ومش محتاجة شرح بشكل كبير طيب هنا الصفحة حملت بيظهر عندي حاجتين من وضع الاعلانات طيب هنا فيه الوضع المبسط والوضع المخصص الوضع المبسط ده بيبقى تجربة مبسطة حتى تتمكن من اهو هنا اكتب لك تجربة مبسطة حتى تتمكن من قضاء وقت اقل في انشاء الحملة وادارتها والعودة الى ادارة نشاطك التجاري اما الوضع المخصص احصل على تجربة تحكم كاملة مثالية لجميع اهداف الاعلان مثل عمليات تثبيت التطبيق والتحولات يبقى ده الوضع المخصص ده خاص بالبزنس لو حد بيشتغل اي كوميرس عنده او عنده تطبيق محتاج ينزله فالنهار ده هنشرح الوضع المبسط علشان ده هيبقى مناسب اكتر لمنشيء المحتوى اللي عايز يكبر الحساب بتاعه اللي عايز يعني متابعين كتير اللي عايز يجيب مشاهدات على فيديو كتير هنتشتغل من الوضع ده طيب هنا بيقولك ايه الهدف من اعلانك تفاعل انت محتاج ان انت تحصل على مزيد من متابعة الصفحة او زيارات الملف الشخصي ودي تحتيها شوية حاجات وبعدين الحصول على زيارات لموقع الويب مش هنعملها طبعا دلوقتي وانشاء بيانات عملاء محتملين ودي حاجة كده شبه اللي موجودة في الفيسبوك طب خلينا هنا نتكلم وفي حاجة اسمها زيادة التحولات اللي هي الكونفيرجن لكن التلات انواع دول بيبقوا بشكل افضل في الوضع التاني اللي احنا هنتكلم عنهم في الحلقة اللي جاية ان شاء الله طيب خلينا ناخد تفاعل المجتمع ونشوف ايه اللي تحتيها بدوس عليها وبقول له متابعة هنا بيجيب لي حاجتين من المفترض ان يرى اعلانك في مصر ولا انت عايز توجه فيديوهاتك للبلد اللي انت مستهدفها طيب نوع الجمهور انت عايزه تختار جمهور مخصص ولا جمهور تلقائي طيب انا بفضل ان انت دايما تختار الجمهور مخصص عشان تقدر تتحكم في مين هيشوفك يعني تقدر تختار الجمهور اللي هيشوفك لان هنا لو عملت جمهور تلقائي هيجيب لك جمهور ممكن يكون مش مهتم بفيديوهاتك او مش مهتم بالمحتوى اللي انت بتقدمه وخليني ارجع اقول لك تاني ان احنا النهاردة بنتكلم عن ازاي تزود حسابك على تيك توك او تزود مشاهداتك لو هنتكلم في الاي كوميرس او الكونفرجن او الاب انستول اللي هو اسمه تحميل التطبيقات يبقى هنتكلم في الحلقة اللي جاية ان شاء الله ازاي هنقدر نستهدفهم بشكل اكتر طيب انا هنا محتاج الجمهور المخصص والخصائص الديمغرافية والاهتمامات والسلوك طب انا هشتغل بالشكل ده طيب ما هو هدفك جذب المزيد من المتابعين ولا الحصول على المزيد من زيارات للملف التعريفي انت محتاج الناس تزور الملف التعريفي بتاعك ولا محتاج جذب المزيد من المتابعين طبعا انا محتاج جذب المزيد من المتابعين هنا خلي بالك في تعيين الميزانية اقل ميزانية في اليوم هي 100 جنيه 100 جنيه لو انت هتعمل الميزانية يومية لو الميزانية طوال فترة الحملة لو الحملة بتاعتك هتعملها لوقت اكبر فانت هنا عايز تعين فيها الحساب فيبقى يجب ان تكون ميزانيتك على الاقل 1400 ده لو انت عايز فترة اطول طيب خليني هنا عاملها على الميزانية اليومية وهنا باجي بعين التاريخ اللي انا هقدر اكاريت فيه الحملات هو بيقولك من اول النهاردة الساعة يوم 14.26.22 لحد يوم 28.26.22 انا ممكن هنا اعدل على التاريخ زي ما انا عايز طيب البدء الام بدون تاريخ انتهاء لو انت عايز الحملة دي مستمرة وكل ما تشحن توقف وانت هتشحنها من اول وجديد فهنا بتبقى حملة محددة للتاريخ خليني اقول المتابعة اول ما بعمل متابعة هنا بيظهر لي كل الفيديوهات اللي عندي اللي اقدر اعمل عليها اعلان خلي بالك في بعض الفيديوهات بيبقى عليها شوية مزيكة المزيكة دي بيبقى عليها كوبي رايت فما تقدرش تعمل عليها اعلان فهو هنا بيجيب لك المقاطع عايز تعرضهم كلهم بتدوس على المربع ده وتقدر تشوف كل الفيديوهات اللي انت تقدر تعمل عليهم اعلان خلينا اختار مثلا مثلا واحد زي ده واقول له تأكيد كده انا اخترت الفيديو دوت وعايز اشوف بقى ايه اللي انا هعمله في الاعلان دوت اسم العرض هاجي هنا دعوة لاتخاذ اجراء انت محتاج ايه من الناس لما يشوفوا الفيديو ده احنا اتفقنا ان احنا عايزين نزود متابعين فانا هقول له الاشتراك وديك شايف انها ظهرت هنا تحت كلمة الاشتراك طيب بنقرأ على هذا المربع فانت تسمح للاعلان ولمقاييس الاداء المرتبطة الخاصة بالحملة بالعرض في تيك توك فور بيزنس كرياتيف سنتر خليني ادوس عليها انسخ النص وعنوان مش عارف اليو ار ال وصورة الملف الشخصي من هذا الاعلان الى جميع الاعلانات الاخرى اه انا مش محتاج كل ده هو ده اللي انا عايزه دلوقتي وبعدين بعمل ارسال طيب هنا بيقول لي اضف رصيد الى حسابك اه اه طبعا هنا المبلغ الميزانية اليومية 100 مدة العرض اه 14 يوم فنلقى هخلي هنا وهنا بيقول لي لحد الادنى 80 فهقول له التالي طيب هنا باجي للمرحلة الاخيرة واللي بيضيف فيها الرقم او اسف وسيلة الدفع في حتة هنا ما تكلمناش عنها اه وهي الخصائص الديمغرافية واللغات والاهتمامات اللي انا هتعامل بيها وهاخد منها التارجت اوديونس بتاعي طيب هنا انا محتاج الجنس اللي هيبص على الفيديو عندي هل هو زكر ولا انسى وده طبعا انت بتشوفه من احسائياتك على الحساب بتاعك فبتعرف مين اللي بيتابعك اكتر طبعا انا هنا هختار اه زكر او بدون حدود دي ممكن ناخد الاتنين طيب الفئة العمرية اللي انت محتاجها انا لو انا هختار لنفسي مثلا فانا هختار من 28 لحد 44 واللغات بتيجي تحددها هنا بتشيل بدون حدود دي علشان تستهدف لغات تمام ففي براوزر هنا الناس بتفتح التك توك باللغة الانجليزية فاختارهم وبعدين هاجي تاني اختار اللغة العربية عشان هما دول اللي يهموني تمام والاهتمامات بقوم هنا باختار الاهتمامات بتاعتي بيقولك هنا اقوم بتضمين الاشخاص التي الذين لديهم اي اهتمام اي من الاهتمامات التالية طيب بادوس هنا بيجيب لي بقى كل انواع الاهتمامات شوف بقية الاهتمامات الخدمات المالية الاجهزة الالكترونية الاجهزة السفر منتجات المنازلية التطبيقات ممكن نشوف ايه اللي جواه التطبيقات التحسينات الاخبار والطرفيه خدمة اه رجال الاعمال وشايف هنا انا لما بدوس عليها بيجيب لي الجمهور المخصص بتاعها بيبقى حجمه كبير قوي يعني انا خمستاشر مليون تلتمية تلاتة وخمسين الف فانت من هنا تقدر تختار حتى لو انت هنا اه مهتم يعني المحتوى بتاعك مهتم اكتر بالتجارة الالكترونية فانت هنا تقدر تختار الناس اللي انت عايزهم هنا اه خليني اجيب الاشخاص الذين اجروا التفاعلات التالية مع مقاطع مقاطع الفيديو انت عايز بقى اه اه تحدد الناس دي هل اللي تمت المشاهدة حتى النهاية ولا تم تسجيل اعجاب انا عايز كل الناس اللي عملت لايك واللي عملت تعليق واللي عملت مشاركة. آآ حتة تم من المشاهدة حتى النهاية دي يعني انت ممكن تختارها او لا براحتك. بس انا مش عايق بان انا اعملها دلوقتي لان انا لما اجي اعمل كاستم اوديون سانا محتاج ان انا استفيد بها بشكل اكتر. تحديد نوع مقاطع الفيديو التي تفاعلوا معها فانت هنا بتقدر تختار مقاطع الفيديو اللي الناس تبعتها. اللي الناس تبعتها. طيب. وهنا حدد فترة زمنية لتضمين الاجراءات منها آآ يعني انت عايز كل العمل والكلام ده في اخر سبعة ايام مسلا ولا خمستاشر يوم فخلنا اجيبهم اخر سبعة ايام وبدوس متابعة. هنا خليني احدد ده مسلا. وبدوس متابعة. وبرجع بقى لبقية الاعدادات اللي احنا آآ ما يعني فوتناها. آآ اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله بازن الله الحلقة اللي جاية هتبقى بكرة بازن الله هنتكلم فيها عن الطريقة التانية هتكون اكتر احترافية للناس المهتمة بالي كوميرس والحاجات التانية بقى زي اللي عايز ينزل تطبيق فهنشتغل على الطريقة التانية من الاعلان. لو انت اول مرة تشوف الفيديو ارجوك آآ آآ اكتب لي في التعليقات ايه رأيك في المحتوى. لو المحتوى عجبك اعمل لايك للفيديو وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة